السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير شباب تلتعدادي معنا دلوقتي شرح جرامر يونت 5 يونت 5 اللي هي بعنوان young role models يعني role models اللي هم القدوة ويونج يعني شباب او صغيرين يبقى القدوة الصغار او الشباب القدوة كده احسن شباب القدوة احسن طيب في الجرامر هنا هو بيتكلم عن المضارع التام اللي هو present perfect والماضي البسيط اللي هو past simple وزي ما احنا عارفين احنا خدناهما بلكده فهنا دي بس ايه تذكرة يعني مراجعة عليهم زي ما المضارع التام احنا عارفين هو بيكون من have وهاز والتصريف التالت للفعل زي مثلا هنا في المثال بيقول لي عمر has already eaten a big pizza يعني عمر بالفعل already يعني بالفعل اكل بتزايا كبيرة كتبنا هذا عشان عمر اسمه مفرد مع هي والشي والت والاسم المفرد بستخدم هاز مع يعني هو عمره ما كان في انجلترا هي بتدلس الانجليزي منذ الفين واثنين صلاح يعني احرز 13 هدف هذا العام هل انت سبق لك انك انت سؤت شاحنة في السؤال السؤال بهل ببدع بهف او هاز بعد كده الفاعل بعد كده تصريف تالت الفاعل اللي هو هنا ده تصريف pillow وبعض كده اكمل بقى سؤال لو سؤال بكلمة استفهام او بعدات استفهام بعد كده هاز او هاف بعد كده الفاعل بعد كده تصريف تالت الفاعل زي ما احنا شايفين هنا يعني ياسر كان فين أو أين كان ياسر هذا الأسبوع في الصفحة اللي بعدها داخل على المواجر البسيط المواجر البسيط برضو إحنا شرحناه قبل كده المواجر البسيط بيكون من التصريف التاني للفاعل لو هو فعل منتظم بنستخدم G أو EG أو IEG لو فعل غير منتظم ببقى حافظ طبعا التصريف التاني للفاعل يعني مثلا هنا بيقولي يعني هي كانت مريضة إمبارح هنا ده المواجر بتاع إز ده طبعا verb to be وده فعل غير منتظم فأنا ببقى حافظ المواجر بتاعه زي ما هو طيب إتاني he went to the cinema last month يعني هو ذهب إلى السينما الشهر الماضي he went went ده التصريف التاني أو الماضي بتاع الفاعل طيب they didn't build هم لم يبنوا the house last year يعني هم ما بنوش المنزل last year العام الماضي خد بالك النفي بتاعه أو النفي في الماضي البسيط بستخدم didn't وبعد كده الفاعل في المصدر لو عايزة عمل سؤال سؤال بهل هبدأ بدده وبعد كده اكتب الفاعل بعد كده الفاعل في المصدر وكمل بقى السؤال did you go swimming last week هل أنت ذهبت للسباحة الأسبوع الماضي لو سؤال بقى الاستفهام بكتب أداة الاستفهام بعد كده الفاعل المستعد اللي هو did بعد كده الفاعل بعد كده برضه الفاعل في المصدر وكمل بقى السؤال where did you go yesterday أين أنت ذهبت مبارح ندخل دلوقتي على التطبيقات على الجزء اللي فات ده زمن المضارع التام وزمن الماضي البسيط أول سؤال بيقول لي summer wanted يعني summer wanted to be an astronaut astronaut يعني رأي تفضاء when عندما she نقط وبعد كده بدل الأقواص بيقولك where young where يعني كانوا الماضي بتاع are بس هنا طبعا she يعني هي هي ما تاخدش where تاخد was خد بالك was or were اللي اتنين دول الماضي بتاع am و is و are am بتجي مع i و is بتجي مع هي و she و it والاسم المفرد الماضي بتاع am و is هو was are بتجي مع you we و they والاسم الجمع والماضي بتاعها اللي هو were يبقى she was young عندما هي كانت صغيرة السؤال الثاني last year اللي عام الماضي I نقط وبعد كامل أقواص travel to meetings around the world لتخد بالك لما تلاقي كلمة بتدل على زمن في الماضي استخدم زمن الماضي البسيط لان الماضي البسيط بس تخدمه مع حاجة حصلت في الماضي في وقت محدد last year I traveled يعني أنا سفرت السؤال الثالث مجدي هاز نقط وبعد كده من الأقواص have a lot of changes in his life مجدي هاز هاز ده يعني مضارع تام وطالما مضارع تام يبقى have أو هاز وبعد كده التصريف الثالث للفعل طب أنا عندي هنا الفعل اللي هو اللي بين الأقواص اللي هو have طيب ايه هو التصريف الثالث بتاع الفعل have التصريف الثالث بتاعه اللي هو had السؤال الرابع since I started my job يعني منذ أنا بدأت وظيفاتي I نقط وبعد كده يقولك am working with hundreds of computers لما تلاقي since since الجملة بتاعتها بيجي فيها ماجي بسيط لو فيها فعل الجملة التانية بتبقى في المضارع التام طيب المضارع التام يبقى I have worked السؤال الخامس what نقط وبعد كده is always been important to make D طيب هنا بين بين دا تصريف تاع بتاع الفعل بي يبقى دا على طول مضارع التام يبقى what وبعد كده قد ادت الاستفاهم بعد كده تكتب هاز أو have طيب يبقى what has وبعد كده اللي انا عايز يقولك ماذا اه ايه اللي على طول مهم المجدي طيب هنا بسأل عن شيء انا ما عرفش ازا كان هو مفرد ولا جمع فاعتبره ان هو مفرد طالما بتسأل عن حاجة مش عايف ازا كانت هي مفرد ولا جمع يبقى بنعتبرها ان هي مفرد وبنستخدم معاها هاز يبقى what has بعد كده always been important وكمل باقي السؤال تماما شباب يبقى ادت الاستفاهم بعد كده has أو have وبعد كده تصليفتات للفعل يبقى what كتبناها بعد كده كتبنا has وهنا always هو واحدة زيادة بعد كده عندنا بين ده تصليفتات للفعل السؤال السادس بيقولك هم ما اشتغلوا على تصميمهم النقاط وبعد كده بيقولك win the competition competition اللي هي المسابقة طيب دي جملة في المجل بسيط بيقولك هم they worked hard هم اشتغلوا بجده مجل بسيط يبقى برضو حاجة حصلت في المجل يبقى كل الجملة في المجل and they won ده التصليف التالي بتاع الفعل win السؤال السابع my mom النقاط وبعد كده بيقولك want to be a sports champion when she was young عندما هي كانت صغيرة عندما كانت صغيرة يبقى على طول اما تلاقي في الجملة عندما كان فلان صغير يبقى ده في المجل البسيط يبقى my mom wanted السؤال التامن what نقاط وبعد كده من الاكواس have summer achieved achieved ده تصليف التالب بتاع الفعل achieved achieved تصليف التالب بتاع الفعل achieved يبقى ده مضارع تام يبقى what has summer achieved انا استخدمت has عشان summer ده اسمه مفرد السؤال التاسع last year العام الماضي ونقاط راما لقيت كلمة بتحدد الزمن في الماضي زي last year يبقى ماضي بسيط يبقى we built السؤال يعني عايشين in the same house في نفس المنزل نقاط ون ده مضارع تام وهنا عندي في الآخر 2012 ده بداية الحدث الكلمة اللي يجي بعدها بداية الحدث هي since يعني منذ السؤال 11 مونا has just نقاط بعدها من الأقواص في clean the house عندي هنا في الجملة has يبقى مضارع تام يبقى محتاجة الصفتات للفعل يبقى clean السؤال 12 شي نقاط وبعد كده be abroad يعني بالخارج since منذ 2020 يعني 2020 طيب هنا عندي since يبقى مضارع تام يبقى she has وتصفت بتاع الفعل be اللي هو been السؤال 13 how long have ولا عند أحمد وبعد كده نقاط من الأقواص في is وبعد كده بيقولك married طيب how long have have ده مضارع تام يبقى أنا محتاج للتصريف للفعل اللي بين أقواص ده is التصريف بتاع الفعل is the verb to be التصريف بتاع been يبقى how long have ولا عند أحمد been married السؤال 14 the teacher المعلم نقاط وبعد كده من أقواص enters the class an hour ago لما تلاقي كلمة ago يبقى دماج بسيط يبقى حط الفعل في التصريف التاني يبقى entered السؤال 15 has life نقاط وبعد كده من أقواص be easy for علاء طيب has ده مضارع تام يبقى محتاج تصريف للفعل يبقى been السؤال 16 she has نقاط وبعد كده paint من أقواص عن جهاز ده مضارع تام يبقى painted السؤال 17 someone يعني شخص ما نقاط وبين أقواص have وبعد كده sent sent التصريف التالي بتاع الفعل send اللي هو يرسل sent تنمر ايه تصريف تات الفعل يبقى محتاج مضارع تام يبقى has او have someone شخص ما ده اسم المفرد يبقى ياخد has السؤال 18 how long ما المدة النقاط وبعد كده من أقواص في you have وبعد كده state in alecxandria حلوة قوي state التصريف التالت للفعل state ده مضارع تام السؤال ازاي في مضارع تام اكتب اه الاستفهام اللي هي how long بعد كده الفعل المساعد has او have وبعد كده الفعل موجود عندي بعد كده اكتب have وبعد كده اكتب you ده الفعل how long have you stayed in alecxandria السؤال 19 تامر اندنور نقاط وبعد كده من أقواص has been to the park هنا ما فيهش أي مشكلة تامر اندنور ده اسم جمع يبقى ياخد have مش has السؤال 20 the children للأطفال have نقاط وبعد كده من أقواص wrote a beautiful story قصة جميلة هنا ده مضادع تام لانه كاتب have التصريف التالب بتاع الفعل wrote هو written the children have written a beautiful story يعني الأطفال كتبوا قصة جميلة كده يبقى خلصنا شرح الجرامر بتاع الدرسين 1 و 2 وحلين عليهم ندخل الوقتي على الجرامر بتاع الدرسين 3 و 4 ونحل عليهم برضو الجرامر بتاع the present perfect tense with yet and already يعني زي ما المضادع التام بس هناخد بقى هنا التفاصيل بتاعة yet و already أولا yet قال لي تستخدم yet بمعنى حتى الآن ألف تستخدم في نهاية الجملة المنفية به تستخدم في نهاية الأسئلة بهل طيب أولا في نهاية الجملة المنفية طبعا الجملة المنفية هنكتبها زي ما احنا متعوجين مضادع تام haven't أو hasn't وبعد كتصفت للفعل وفي الآخر بتكتبي yet she hasn't been to another country yet يعني هي عمرها ما كانت في بلد أخرى حتى الآن أستخدم يات برضو في نهاية السؤال بهل السؤال بهل بابدأ به أو هز بعد كده الفاعل بعد كتصفت للفعل بعد كده أكمل وفي الآخر اكتبي yet has she learned هل هي تعلمت a musical instrument يعني آلة موسيقية yet حتى الآن ده بالنسبة yet طب بالنسبة already اللي تستخدم already بمعنى بالفعل أو مسبقا و g لها وضعيتين أول وضعية تستخدم في نهاية الجملة إزاي مثلا she has played هي عزفت in two concerts في حفلتين already يعني بالفعل أجد جملة و already في النهاية طيب الوضعية التانية اللي تستخدم قبل الفعل الأساسي يعني بين has و have وتصريف الثالث للفعل قبل تصريف الثالث للفعل على طول أهو أكتب الفعل بعد كده have أو has وبعد كده already وبعد كده تصريف الثالث للفعل she has already written a book of stories يعني هي بالفعل كتبت a book of stories يعني كتاب قصص أجي has و already و written هي already موجودة بين has وبين written اللي هو التصريف الثالث للفعل اللي أخد بالك يمكن أن تأتي already في نهاية السؤال إذا تبين أن الفعل قد تم يعني ممكن أستخدمها في حالة السؤال لكن لو أنا عارف أن الفعل تم بالفعل يعني مثلا have you finished the exam already you are excellent يعني هنا ده سؤاله واستخدمنا في already بس هنا أنا يعني مثلا أنا كمعلم تمام والطلاب قاعدين بيحلوا أسئلة فأنا ما فيش وقت يعني معداش وقت كتير ولاقي الطالب مخلص فبقوله إيه أنا كده شايف وشايف أنه خلص فأنا عارف نوع من التأكيد يعني have you finished the exam already you are excellent إذا أنت خلص الامتحان بالفعل أنت ممتاز كده يبقى الحمد لله خلصنا الجرامر بتاع الدرسين برضو 3 و 4 ندخل دلوقتي على التدريبات علي وما نظن يعني الـ unit دي تحفى في الجرامر ها بسيطة جدا طيب أول سؤال بيقول لي هاي هاي already نقطه وبعد كده learning بين الأقواس هنا has وعندي كلمة already دول بستخدمهم طبعا في المضرع التام يبقى أنا محتاج الفعل في التصريف الثالث يبقى learned خدوا بالك شباب الفعل learn learn يتعلم ممكن يبقى تصريف التالي بتاعه learned أو learned بالT اللي تنين صح السؤال الثاني amazing مذهل have you done your homework نقط خدوا بالك هنا اللي هي بتاعت الجزئية بتاعت already لأنه قال amazing يعني مدهش يعني هو هنا عارف ان هو ان هو خلص واجبه فبيقوله have you done your homework already طالما هو عارف ان الفعل بالفعل تم يبقى استخدم already السؤال التالي the boy نقط وبعد كده already buy vegetables from the market alone طيب جميل هنا عندي already يبقى ده عايز مضارع تام المضارع تام has او have the boy ياخد has عشان ده اسمه مفرد يبقى the boy has وبعد كده اكتب already وبعد كده اكتب التصريف بتاع الفعل buy اللي هو boot يبقى the boy has already boot خدوا بالكم ما تقولش boot already لا already هتيجي قبل الفعل السؤال الرابع I have already وتصريف تابتها الفعل came اللي هو come خدوا بالكم الفعل come اللي هو يأتي come came come I have already come to school السؤال خامس I haven't finished my homework انا مخلصتش وقبي اه هنا جي بقى اللي بتحط في اخر الجملة المنفية اللي هي yet يبقى I haven't finished my homework yet اللي اندي جملة منفية السؤال السادس they have نقط وبعد كده من الاخوة سفيات seen cairo by night يبقى they have already seen لاني already هي اللي بتيجي بين have وhas وتصريفتات الفعل التصريفتات الفعل هو seen احط قبل already they have already seen cairo by night يعني هما بالفعل شافوا القاهرة بالليل السؤال السابع ندا has نقط وبعد كده one already a gold medal خلاص بقى احنا جي تعلمناها already بتيجي قبل التصريفتات الفعل يبقى nada has already won a gold medal السؤال التامن i haven't done my project انا ما عملتش او ما خلصتش المشروع بتاعي اللي بتحط في اخر الجملة المنفية هي yet i haven't done my project yet السؤال التاسع نقط وبعد كده have امل met her new teacher yet طيب ده سؤال سؤال برضو في المضادع التام والسؤال في المضادع التام هيبدأ بhave او has بس امل اسمه مفرد ياخد has السؤال عاشر نقطه بالاقواس في has they visited the Egyptian museum yet نفس الكلام شبه السؤال التاسع هنا they اسم جمع ما استخدم ه استخدم have السؤال 11 she hasn't نقطه بعد كده مضادع تام مضادع تام يبقى محتاج التصريف تات للفعل التصريف بتاع الفعل have هو had يعني هي لم تتناول الفطور بتاعها حتى الآن السؤال 12 have you finished your homework yes I have finished it انا خلصت بالفعل يعني يبقى بالفعل مش just لا بالفعل يعني already yes I have finished it already السؤال 13 خدوا لكم already تيجي في اخر الجملة عادي وتيجي في نص الجملة قبل التصريف تات للفعل السؤال 14 بيقول I haven't النقط وبعد كده من الاقواص في eat breakfast yet haven't ده ده مضادع تام التصريف التالي للفعل eat اللي هو eaten السؤال 14 has said found his father نقط طيب ده السؤال اللي بتيجي في اخر السؤال اللي هي yet has has سيد found his father yet السؤال 15 جانا نقط وبن اقواص في have drunk her coffee drunk تتصريف بتاع الفعل drink جانا طبعا اسمه مفرد ياخد has السؤال 16 امان has نقط watering the garden watering اللي هو الفعل water وفي ing اللي هو يروي او yes يعني طيب امان has has اللي هو ده مضارع تام يبقى محتاج تصريف تات الفعل يبقى watered السؤال 17 بيقول نقط وبعد كيف نقواص في do you play tennis طيب هنا في عنج الفعل play ده تصريف تاب الفعل play يبقى ده مضارع تام يبقى استخدم مين بقى في السؤال بهل عشان ده مضارع تام has او have طالما في you يبقى استخدم have have you played tennis السؤال 18 she has been death نقط وبعد كيف الاقواص في in 2019 2019 ده بداية الحدث استخدم قبله كلمة since وطبعا هنا يعني يا اما since يا اما for بس for طبعا ده مضارع تام شباب has been ده مضارع تام يبقى انا محتاج since او for بس ده هنا بداية الحدث استخدم مع since for يجي بعدها المدة كاملة السؤال 19 شايم has already نقط وبالاقواس في cuts the meat طيب has already ده مضارع تام يبقى انا محتاج تصريف تات الفعل تصريف تات الفعل cut زي ما هو بس شيل الس طبعا السؤال العشرين they have played هما لعبوا او بلعبوا since منذ they نقط وبالاقواس في arrive لما لقي since ومحتاج بعدها فعل احطه في الموج البسيط يبقى since they arrived يعني هما بلعبوا منذ ان وصلوا كده يبقى خلصنا الجرامر بتاع درسين برضو وطبقنا عليهم كده يبقى خلصنا الجرامر بتاع unit 5 كلها اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا اشوفكم على خير ان شاء الله في التست بتاع unit 5 والسلام